الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش أدان بشدة الهجوم الشنيع الذي استهدف مسجداً يقع داخل المقر العام لشرطة بيشاور في شمال غرب باكستان وأكد جوتيريش وفق ما نقله المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي أن الأمر يتعلق بهجوم شنيع مشدداً على أن أداة الصلاة في سلام يعد حقاً أساسياً من حقوق الإنسان وعبر المسؤول الأممي عن تضامن الأمم المتحدة مع الحكومة الباكستانية في مكافحتها للإرهاب ولقي ستون شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب حوالي 150 آخرين بجروح في هذا الهجوم الذي دفع الحكومة الباكستانية إلى وضع البلاد بأكملها في حالة إنذار قصوى ووقع التفجير أثناء صلاة العصر في هذه المدينة الواقعة على بعد 50 كم من الحدود مع أفغانستان